نهاردة مارسي الكولر كان عنده تصريحات في وسائل علام السويسرية تصريحات مهمة جدا تعالى أقولها لك تسأل أول سؤال هل تشعر أنه الضغط انتهى من عليك يا هلك بعد الفوز بالدوري الدوري المصري يعني قال لن أقول ذلك أردت أنا وفريق أن ننجح واتضح أنه موسم رائع حيث فوزنا فيه بكل شيء تقريبا لا هو كل شيء مش تقريبا بالطبع شعرت بالضغط من الملايين من جمهير النادي الأهلي في مصر فهم متطلبين للغاية ويرغبون في الفوز دائما التعادل في المباريات يجعل هناك حالة من عدم الرضا لكننا تكيفنا مع ذلك تكيفنا مع ذلك أنا فاكر المسلماني كان ليه تصريحات بيقول فيها النوم الدائم من ده أنه الأهلي عايزك سابعة لطول قال لم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري ده السؤال لم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري هل فريقك جيد أم أن المصابقة ضعيفة قال الدوري ليس بسيطا مثل ما يعتقد البعض الدفاع هنا أولوية لكل الفرق حينما نخوض المباريات فالمنافسين يحاولون أولا الحفاظ على التعادل السلبي ولا يجعلون المهمة سهلة بالنسبة لنا سؤال ثالث أي لغة تتواصل؟ يا بتتتواصل إزاي مع اللي حواليك قال عادة نستخدم اللغة الإنجليزية لأن لغة العربية ليست جيدة بما يكفي واستخدم كلمات قليلة من العربية أعرفها وحينما يطلب شخص ما مني التقاط صورة معي في الشارع فلا نتحدث كثيرا هل توصلت مع فيلر لمعرفة رأيه قبل الموافقة على عرض النادي الأهلي قال لا لم أقوم بذلك لأنني أردت الحصول على خبراتي بنفسي من خلال تواجدي في الواقع أردت خوض تجربة جديدة بعقل منفتح لأن كل شخص مننا مختلف رجل جامد عبقري إلى متى ستستمر مع النادي الأهلي قال لقد وقعت على عقد مع النادي الأهلي العامين فور وصولي إلى هنا وأتوقع أن أستمر إلى عام إضافي كمدرب أنا لا أخطط عادة كثيرا للمستقبل لأنني أعرف مدى سرعة تغيير وظيفة المدرب فقط أقدم كل ما لدي في المكان الذي أكون به سؤال كمان هل احتاجت الحفاظ على هدوءك للنجاح نعم بالتأكيد وهذا استغرق مني بعض الوقت لكن كان يجب علي الإمساك بزمام الأمور لتحقيق النجاح في بلد وثقافة مختلفة عمل كده بالزبط عمل كده بالزبط هدوء زكاء أنا فاكر في المؤتمر الصحفي أنا كنت في المغرب في الفاينر بتاع دوري أبطال أفريقيا في المؤتمر الصحفي مع قبل المباراة راجل قاعد زملائنا الصحفيين المغربة المحترمين جدا بدأت أسئلتهم تضغط على مرس الكولر تبقى أسئلة من نوعية إيه؟ الوداد كسب الأهل مارتين الهدف اللي دخل فيه في مباراة الزبط يخلي الوداد يكسب أنت عندك أخطاء فنية أسئلة كلها ممكن تخرج أي مدرب عن شعوره الراجل كان بيرد بمنتهى الهدوء وفي نفس الوقت بمنتهى الزكاة يعني مش يدوء أنه مثلا إيه بيقول أي إجابات كده وخلاص عشان بس يخلص من الموقف لا يرد ردود الزكاية جدا جدا وبدل ما أنت كنت مضوط أنت بتصدر الضغط للي قدامك مدرب يعني مدرب باكت جي كاملة كده على بعضها مش حاجة وحاجة تانية سايبة مدرب